موسيقى في كتاب التاريخ مصر سابت علامات كتير بينيلها، بحضرتها، بشعبها اللي واجه كل التحديات واللي كانت بتمر مهما كانت صعبة وبتفضل مصر لكن مين يا ترى بيفكر في كتاب المستقبل؟ زمان علمونا إن اللي بيبص تحت رجله بس بيقع وعشان كده لازم نبص الأدام للمستقبل وهي دي رؤية القيادة السياسية في مصر وإن دخل دايماً في سباق مع الزمن وكلنا دخلين في لعبة شد الحبل مع المستقبل ده فيبقى الحل إننا نبدأ المستقبل من دلوقتي وفي بلد فيها مية واربعة مليون مواطن وزيادة سكانية بتلتهم التنمية كان الأمل في مزيد من العمل مش في مسار واحد بس في كل المسارات اللي محتاجة تنمية حقيقية مننا وعمل جاد مخلص لا يتوقف المستقبل محتاج في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي جمع واحدة على الأقل لكل مليون مواطن واللي يبص تحت رجليه هيأجل التحدي ده أو يكتفي بمباني وخلاص لكن مصر ما بقتش بتشتغل بالأسلوب ده وعشان كده بدأنا نصنع المستقبل بجيل جديد من الجامعات الزكية جامعات في كل مكان في مصر والكل المصريين والعالم أجمع ولأن الجامعات مش مجرد مباني فاحنا توسعنا في أنماط مختلفة من الجامعات علشان يكون عندنا نظام تعليم عالي على أحدث مستوى ندخل به المستقبل من دلوقتي نظام كل كلياته هي كليات قمة لأن كلية القمة مش كلية بعينها زي ما احنا فاكرين كلية القمة هي اللي بتخرج الأشطر والأمهر واللي الشغل مستنيه مش اللي هيستنى الشغل وفي التخصصات اللي محتاجها المستقبل الكلام سهل والإرادة متوفرة لكن إرادة بدون إدارة ما تنفعش والإدارة الحكيمة للقيادة السياسية وجهت بأن أي جامعة جديدة تتبني ما تبقاش مجرد منشآت وخلاص وإنما يكون فيها برامج جديدة بتراعي احتياجات مصر واحتياجات العالم ومن هنا بدأنا وخلال ثمان سنين زاد عدد الجامعات الحكومية من 19 ل27 جامعة وما اكتفيناش بالجامعات الحكومية طورناها وقدمنا للمصريين جميعاً 20 جامعة أهلية بتقدم تعليم على أعلى مستوى ومطابق للمعايير العالمية وبتستفيد من إمكانات وتاريخ الجامعات الحكومية العريقة وبتقدم برامج حديثة محتاجها سوء العمل ولأن مصر قلب العالم فكان لازم القلب ده يتدخل دم جديد يعيد توزيعه مرة تانية على العالم وهو ده اللي حصل وبيحصل في منظومة الجامعات الأهلية المصرية اللي منها أربع جامعات أهلية دولية يدرس فيها المصريين والوافدين من كل طلاب العالم وبتعتبر الجيل الأحدث من الجامعات الزكية زكية في أدواتها وإمكانتها وزكية في توقمتها وشراكتها مع الجامعات العالمية الجامعات دي منارات للبيئة اللي حواليها وكل جامعة لها إمكانيات بتخدم مصر والعالم كله كان ممكن نقول كفاية كده لكن العلم ما فيهوش كفاية ومصر محتاجة خريج مؤهل قادر على الإبداع والابتكار وعشان كده مصر عملت صندوق دعم المبتكرين والنوابغ لخدمة كل أولادنا وكل البرامج الجديدة بتعتمد على الدراسات البينية اللي بتدمج بين تخصصين فتلاقي اللي بيدرس هندسة وطب مع بعض أو طب وتحليل بيانات واتلاقي اللي بيدرس تخصصات جديدة تماماً على حتى أسمعنا تطوير ألعاب إلكترونية والحماية السيبرانية وتصميم أزياء هندسة طبية وزكاء اصطناعي وغيرها وغيرها من التخصصات واللي العالم مهتم بيها وبيدور عليها ولأن العالم محتاج خريج من نوع مختلف خريج بيتعامل مع التكنولوجيا وبيجيد التقنيات المختلفة وعشان كده كان لابد من وجود الجامعات التكنولوجية الجديدة عشر جامعات على أعلى مستوى ستين في المية من دراسة الطالب فيها عبارة عن تدريب في المصانع اللي في التخصصات اللي بيدرسها عشان ما يبقاش فيه فرق بين اللي بيدرسه واللي هيشتغله عشر جامعات تكنولوجية بتحتضم خريجي التعليم الفني المطور اللي بيتضرب به المثل وكمان خريجي السنوية العامة وحلمنا يوصلوا لـ 27 جامعة عشان تبقى كل محافظة في مصر فيها جامعة تكنولوجية تنمي وتعمر وتعزز الصناعة فيها وبتخصصات سوء العمل المصري محتاجها بجد مصانعنا محتاج خريج فاهم ودارس مشروعاتنا التنموية محتاجة اللي يشتغل فيها يبقى شغال بعلم ووعي عشان يحافظ عليها ويكبرها ويقيسوا على كده تخصصات تانية موجودة عندنا تكنولوجيا صناعة السيارات وتكنولوجيا الغزل والنسيج وتكنولوجيا القطارات وغيرها وغيرها من المجالات اللي خريجها جاهز يكمل خدمة بلده والعالم كله في انتظاره علشان يشتغل في مجاله اهتمامنا بالتطلير والاستثمار في التعليم العالي في الجمهورية الجديدة موقفش لحد هنا بس جامعات أجنبية عالمية كبيرة وكتيرة كانت حريصة على إنشاء فروع لجامعاتها على أرض مصر وتحديداً في العاصمة الإدارية الجديدة اللي النهاردة خرجنا منها أول دفعة ده بخلاف الجامعات الخاصة اللي عددها بقى أكتر من 25 جامعة خاصة بتخدم المصريين والعرب من كل مكان المستقبل يبدأ الآن وإذا كانت إرادة نفس حروف إدارة فالعلم نفس حروف العمل العمل هو كل ما أمنه العمل هو كل ما أطلبه منكم جميعاً ترجمة نانسي قنقر